مرحبا كيف يكون او السلام عليكم اخواني واخواتي اللاجئين او اللاجئات في لبنان او في تركيا او في الاردن طبعا من الاخوة السوريين الامم دائما بتقدم مساعدات او حل مشاكل للاخوة اللاجئين وهذا طبعا عطف منهم لكن هلا المساعدة بتختلف وراح تكون لالطلاب اه كي يتابروا في دراستهم ويقدموا مواهبا رح رايكم هالشي الوصلني وراح نزل لكم الرابط وتاخدوا معلومات اكتر واكتر منحة واحدة متاحة للحصول على درجة الماجستير الصحة العامة في كليد جونز هوبوكونس للصحة العامة اه الموعد النهائي لتقديم الطلبات واحد كانوا الاول الفين وواحد وعشرين اطلق برنامج ماجستير الصحة العامة في كليد جونز هوبوكونس بالبلومبورج الصحة العامة بالشركة مع مركز جونز هوبوكونس للصحة الانسانية برنامج المنحة الدراسية يعني هالحكي انه اه طلاب الماجستير اللي بيمكنوا يادموا ماجستير فعلهم منحة واحدة وراح ياخدوا هدية واحدة طبعا هي المنحة ودراسة هي كلادها ستكون على حساب الامم وان شاء الله رح تكون امورهم باللورز متل ما بيقول متل ما بيقوله اه برنامج المنحة الدراسية للاجئين يدعم فردا واحدا نزح نزحة بسبب النزاعات يعني انه اه خرج من بلده بسبب النزاعات من الدول التالية يعني رح نعدي لكم الدول افغانستان مينيميرا مينيميرا الصومال جنوب السودان او سوريا سيحصل المرشح الناجح على رسوم دراسته كاملة متل ما قلت لكم انه رح ياخد رسوم دراسته كاملة اثناء السعي للحصول على درجة الماجستير يعني درجة ماجستير عالي بده تكون في الصحة العامة فيك الليج جونز هو بوكنز استدقاء اخوات الطلاب اهي الرصة ما بيتكرر في الصحة العامة الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو متل ما اتي لكم واحد كانون الاول الفين وواد وعشرين هلا للمزيد من المعلومات انا رح رح حط لكم بسندوق الوصف رابط ولا استدروا وتدخلوا على الرابط وانشاء الله رح تستفيدوا وبتمنى من الاخوة جميع الاخوة المتابعة والاشتراك في القناة حتى نزيكم اخبار اول بالاول وانشاء الله اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتراك في القناة بكم ن هو اشتراك في القناة